امبارح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير أحمد فهمي نشر على صفحته الرسمية تفاصيل اللقاء المهم اللي حصل امبارح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية اللي خلاص رابوا يتخرجوا رئيس قبلهم الصبح وكان معاك كبار قادة الجيش الفريق عبد المجيد سقر وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة رئيس الأركان طبعا اللقاء كان حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلاب وسألوا الرئيس عن حاجات كتيرة جدا تخص مصر والوضع في العالم والرئيس أكد لهم أن حماية الأمن القومي شغل مستمر طول الوقت وأن الشعب المصري لما بيبقى متماسك ووقف مع بعضه بيكون هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار البلد في إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024 وفي ضوء حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستويات التأهيل العلمي والثقافي للطلاب التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من طلاب الأكاديمية حيث دار حوار مفتوح شمل مجمل الأوضاع والتحديات الدولية والمحلية التي تمر بها المنطقة ألف مبروك إن شاء الله نفرح بيكم بتخرجكم وإن شاء الله تبقوا إضافة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالجهد اللي اتعمل خلال فترة إعدادكم في الكليات وخلال السنين اللي فاتت وإن شاء الله توفقوا في حياتكم من العملية حيث تنول اللقاء ثوابت السياسة المصرية بالتوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات والصراعات في المنطقة إحنا لنا ثوابت في السياستنا الخارجية السوابت دي تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة قضايا سواء كانت القضايا دي على مستوى الإقليم اللي هو منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم ويكون دائما دورنا دور إيجابي لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعدها دي سوابت إحنا مشين بها في السياستنا الخارجية والحقيقة دي مقدرة من دول العالم كلها أنه يحسوا أن مصر لها دور إيجابي في أن هي ما بتقومش أبدا بالعمل على سراعات أو إسجاء سراعات أو التآمر على الآخرين أو التدخل في شؤون الآخرين الدولي يعني أنا بتكلم طيب إحنا بنحاول زي ما قلت اللي هو سياسة متزنة شديدة الاعتدال ما أمكن ومحاولة أن نمارس دور إيجابي في إنهاء الأزمات على مستوى العالم منطقتنا بتمر بمفترق طرق خطير جدا ومإحدى يتطلب مننا كلنا أنه ننتبه لده وللعمل على أنه نوجد زي ما قلت إحوار استراتيجي فيما بيننا كلنا للوصول إلى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا اللي أكيد مش متقطعة مع بعضها البعض بنبذل جهدي جوير جداً والجهدي ده حقق أهدافه أو حقق جزء من أهدافه مع الدول ديت ودول أخرى وتناول اللقاء مبادرة حياة كريمة وهنا حياة كريمة إحنا كننا عمل لها تت مراحل إحنا كم مرحلة؟ تلات مراحل تلات مراحل كل مرحلة ألف وخمسمائة قرية كم؟ ألف وخمسمائة قرية ألف وخمسمائة قرية في كل مرحلة والتوابع التوابع بتاعتهم حوالي 38 أو 40 ألف تابع لل4 أو 500 قرية دول كم؟ حوالي حفاظهم أربعين أربين ألف تابع يعني إيه؟ اللي هي شوية البيوت اللي حوالين القرية في هنا وهنا 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 وكده ماشي وبدأنا مرحلة على إن إحنا التكلفة المالية اللي محطوطة للموضوع دوت هتكلف ستمائة مليار جنيه لما نزلنا على الأرض يا أحمد الحجم حجم حجم المطلوب ضخم جداً وكان لازم نعمله في المرحلة الأولى نحن عربنا نخلص فبدأ كنا حملين حسابنا أن تاخد سنة سنة ونص خادت ثلاث سنين وخادت خادت بدل مئتين مليار جنيه حياة كريمة المرحلة الأولى دخلة في ربعمائة مليار جنيه المرحلة الأولى طب المرحلة الثانية هتبقى كام أكيد الرقم زي إذا لم كانش أكثر والمرحلة الثالثة كمان زيها طيب إحنا بدأنا بأني قرى يا أحمد إحنا بدأنا بالقرى الأقصر تضرورة الأقصر حاجة وقلنا يعني كالعملية مش عملية إيه جنا لا دعنا درسنا إيه القرى اللي إحنا ندخل فيها ودناها أولويات المرحلة الأولى هي القرى للصحابة أولى ثم القرى الألف وخصوصية الثانيين هتبقى الأفضل شوية وثم المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله كده طب الرقم كام الرقم زي ما قلت لك كده المتوقع للمرحلة الثانية ربعمائة مليار طبعا الزوف اللي إحنا فيها الزوف صعبة أحمد وأنا بقولها لكن لا يمكن لا يمكن وأنا بأكد لك ده إن شاء الله إن إحنا هنتوقف على الخطة دي خطة حياة كريم لا يمكن إنما عايز أقولك إيه أنا أنا فقط في الكام شهر اللي فاتوا دول من موارد قناة السويس بس أكتر من 300 مليار جنيه اللي هما إيه حوالي ستة ستة ونص مليار دولار آآ ستمائة ستمائة سمائة مليون دولار شيء حقيقيا في المدة دي كلها ولسه فده يعني خلاني بنشاء بننهي المرحلة الأولى لكن وابتدينا نخش على استحياء في المرحلة الثانية لكن الخطة ماشية يمكن قوة الدفع بتاعتها أقل شوية نتيجة الزوف اللي بحكي لك عليها اللي بأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تنتهي كما أكد سيادته على أهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول إلى ميادين عمل جديدة فيه في الرقمنة بتتولد مليون فرصة عمل جديدة على الأقل في هذا المجال كم؟ مليون فرصة عمل وبالحقيقة إن فرص يعني إن يتولى أو يحدي يلتحق بهذه الوظائف مش كتير قوي ليه؟ لأن مستوى التعليم المطلوب لممارسة هذه الوظائف مش كتير وهنا على سبيل في مصر في بلدنا إحنا مهتمين جداً بالموضوع دوت بأن إحنا يبقى موضوع الرقمنة والحاسبات ونظم المعلومات وكل الشغل المرتبط بالزكاء الاصطناعي كل العلوم المرتبطة بيها إحنا محتاجين نضخ فيها شباب وشابات أكتر كتير من الأعداد اللي بتخش ونخلي مستوى التعليم اللي بياخدوه مستوى تعليم متقدم جداً لأن ده الفرص العمل بتاعته موجودة وموجودة من البيت أنت معاكل الحاسب بتاعك ممكن تشتغله تخاطب العالم كله وتقدم مواهبك وهم يطلبوا منك ويبقى فيه اتفاق ويبعد لك المقابل بتاع الشغل اللي أنت هتعمله وتخيل تخيل أن ده متاح دلوقتي ومتاح بالألاف الوظائف بموستوىات مختلفة وأنا كنت كلمت في الموضوع ده قبل كده كتير وقلت أن إحنا في مصر لكل الأسر المصرية انتبهوا وعلموا أولادكم تعليم لياخدوا فيه فرصة حقيقية للعمل وعمل إيه زعائد ما عندكش فكرة كلما يكون يعني الحاصل على المؤهل سواء كان شاب أو شابة متقدم جداً في تعليمه كلما زادت فرص أنه ياخد أنا بكلم على النظم وعلى أندست الحاسبات وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى كل ما هو كل المجال ده كل ما يكون المستوى التعليم متقدم جداً جداً كل ما عنده فرصة أنه يشتغل وياخد عائد مجزي جداً 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 أنا عايز أقول لك من غير ما أذكر دول في دول المواطن فيها ياخد تلات تلاف أربعة تلاف دولار في الشهر وفي دول تانية ياخد تلاتين أربعين ألف دولار في الشهر ده حاسبات ورقمنة وده حاسبات ورقمنة ولكن مستوى التعليم ومستوى التأهيل ومستوى الإيجادة مختلفة كم؟ تلاتين أربعين ألف دولار في الشهر وخمسين ألف دولار في الشهر كمان طب ده معناه ده متاح لأبناء وبنات مصر طبعاً بشرط أن هم يلتحكوا وبسرعة في هذا التعليم والأهالي في مصر تحطوا هدف الأهالي في مصر تحط هذا الموضوع هدف وأنا اتكلمت فيه كثير والمفروض أن كل أجهزة الدولة كانت تشتغل لإلقاء الدوق عليه وللإشارة ليه ولمساعدة الناس على أنها تتأخذ التعليم ده أن أنا قلت قبل كده الأهالي بتأخذ أبناءها وبناتها يروحوا بيها المدارس أو يروحوا بيها مراكز الدروس يعني لو هم حطوا الجهد ده في الموضوع اللي بقول عليه اللي هو العلوم ديت والكليات ديت وإحنا متوسعين فيها بشكل كبير جدا بس يهتموا بيهم وأنه هم في الأربع السنين بتوع الدراسة يشتغلوا معاهم بشكل قوي جدا بحيث أنهم يبقوا مستواهم يحقق المعايير اللي بقول لك عليها أنتوا هتجدوا فرص عمل ليهم وعواية كويسة لمصر وردا على سؤال من أحد الطلبة بشأن السلوكيات غير القانونية لاستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لسيارات يذوي الإعاقة عربية رغم أنها فيها إمكانيات كويسة بسعرها بس كلها جماعة مش صحة الموضوع ده مش صحة وترتب عليه الفكرة دي نفسها لما الدولة ما عملتهاش بشكل متعمق في الدراسة الناس الذين نستعرف أننا نساعدهم بظروفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتحطوا فيها اتضروا احنا فوجئنا ما يقرب من 160-200 ألف عربية دخلوا في خلال سنة ونص الجمارك بتاعتهم 20 مليار جنيه وتقريباً اللي خدوا العربية دي 10-12% من المعاقين والباقي يا إما ورق مش مظبوط يا إما قدوا للمعاق حاجة وخد منه يعني بطاقته وخد منه كده وراح جاب العربية الكلام ده مش أحصل تاني أنا مش بقول كده عشان أنت ما تعملوش لا أنت ما تعملش كده وأكد سيادته على تماسك الشعب المصري باعتباره الركيزة الأهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن أنا متصور أن الاختبار خلال العشر أو 12 سنة اللي فاته رغم كل الظروف الصعبة دي هو متماسك ومتفاهم وأنا بقول له يعني بسجلك ده والتاريخ هيسجلك ده أنك أنت قدام كل الإجراءات اللي اتعاملت وكل الظروف الصعبة اللي مرنا بيها فيها صامد ومستقر ولازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننشده من خير وتقدم وازدهار لبلدنا الشعب المصري هو محور الارتكاز استراتيجي للدولة المصرية الشعب المصري محور الارتكاز استراتيجي للعفاظ على الدولة المصرية وبالتالي هو اللي بيحاول يعبس اللي بيحاول يحرك بيشتغل على ده وزي ما قلت كده في زيكم شباب كتير جدا دلوقتي موجود بقى عنده عشرين وخمسة وعشرين وأقل شوية ده ما حضرش الحالة اللي احنا كنا موجودين فيها وحجم الخراب اللي احنا عشنا هل بعضكم يعتقد ان يقول لي هل هذا الموضوع هو المهم انا عايز اقول لكم هذا الموضوع هو الاهم هو الفهم هو ده اللي حيخليك تصمد وتستحمل معايا لما ظروفك الاقتصادية تبقى صعبة هتستحمل هتبقى عارف ان الموضوع مفيش حد وانا قلت الكلام ده قبل كده على في مكاني يعني او اي مسؤول حد عنده فرصة من يساعد الناس اللي عنده وميعملش كل سلام انتو طيبين و الف مبروك وسعيد بيكم وسعيد باسئلتكم وفرحان بيكم تشكرين خلي بالكم من نفسكم حافظوا على نفسكم حافظوا على اسركم لما تتخرجوا بالسلام ان شاء الله قريبا الف الف مبروك لكم ونسا لكم ونسا